سلفا عن المصالحة الوطنية ماذا برأيك وماذا تقول في العدالة الانتقالية وكيف تكون المصالحة الوطنية فيما يتعلق تحديدا بمسألة مصرات وتورغة والله زي ما قلوا عربنا قلوا ورني حقي وشيط فيه النار ولابد من العدالة الانتقالية ولابد من محاكمات ولابد من تقديم أولئك الذين تورغوا والذين اشتكى فيهم الليبيون للمحاكمة وعندما تصدر أحكام هناك صاحب الحق له أن يحفو له أن يتمسك بذلك الحكم ولكن يجب أن لا يعمم العقاب على النساء والأطفال وأيضا الرجال الذين لم يتورطوا في أي عمل العقاب الجمعية هي عقاب غير قانوني وغير شرعي وحتى المجتمع الدولي أنا أقولها الليبيين عندما صدر القرار 1973 صدر لحماية المدنيين حماية المدنيين في ليبيا أين كانوا وبالتالي فإن أي مجموعة مهجرة بشكل قصري وبدون سند قانوني عندما تريد العودة إلى أماكنها سيحميها المجتمع الدولي أنا أتمنى من الليبيين أن يسعوا بذلك وأن يكون طلبات محدة في أولئك الأشخاص الذين عليهم أدلة تدل على تورطهم في محاربة الليبيين وفي دمائهم أما غيرهم من النساء والأطفال يجب أن يعودوا إلى أماكنه